بطولة العالم يعني للأندية فكما نتحدث عن الرجاء فريق العالمي لأنه شارك في كأس العالم للأندية وحقق إنجازات وانتصارات فكذلك هل ينطبق هذا المسمى على الوداد رغم حضوره في بطولة العالم لأنه لم يفوز بأي شيء يعني خرج بصفر نقطة من هذا ما في اثنين مباراة وبالتالي أعتقد أنا من وجهة نظري أنه لا يستحق بطولة العالم مسألة العالمية مسألة عالمية لازم يعني تتبتها بالنتيجة تكون الحضور يعني المغرب تطواني كذلك شارك في كأس العالم لا ولكن تطوان شارك في كأس العالم ولكن لا نتحدث عن مغرب تطواني العالمي الرجاء فريق كبير لكنه مثل المغرب يعني كبطل البطول الاحترافية الوداد ذهب الامارات كبطل لإفريقيا هو بطل إفريقي أنا متفق معك ولكن مدام أنه لم يحقق أي شيء لا يمكن أن نتحدث عن العالمية لأن حضوره كانت قريبا اكتفى بالمشاركة والحضور وتأتيت الواجب وفي حال هذه يعني مدام أنه لم يحصل على أي نقطة فالتاريخ لن يحتفظ بفريق لم يحصل على أي نقطة وبالتالي أتمنى لا نعنش نقول هذا شيء لأنه المسميات لازم الوحدة لكل مقامي المقامي يعني أنه لا بغيت تكون عالمي وكون سيد يمولي وفوز مباراة جيب المقاتل فويداد الرياضي والرزاء الرياضي فنيت مطاف فويداد الرياضي ورجاء الرياضي العالمي هذه من صلحات يستعمل الجمهور فقط السعب خادر ما يهمنا نحن يعني كإعلام هو نقيم هذه المشاركة مشاركة ويداد في بطولة فيها الكبار العالم فيها الجريميو البرازيلي فيها ريال مادريد وفيها فرق أخرى ولكن أين نحن من هذه الأندية ويجب أخذ دروس والعبار إذن عيد الويداد حتى الآن هو ليس فريق علامي حتى يفوزه على الأقل بنقطة تكون عنده التعادل أعطيني يعني وجهة نظر تقنية الدروس والعبار يمكن أن يأخذ فريق ويداد لتوضيفها في المستقبل هناك أقادمة هناك البطولة وأيضا هناك دور أبطال إفريقيا في الأيام القائمة المقبلة وهو أول شيء اللاعبين أخذوا خبرة وتجريبة واستفادوا يعني وكانت هناك أخطاء ربما على جميع المستويات طبعا بداية من الدهاب المتأخير الآن الكل شيء عرف أنه لازم على الأقل تكون عندك أسبوع قبل